التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بدأوا وأعلنوا ببدء شن ضربات دقيقة ضد قدرات ميليشيات الحوثي الموجودة في محافظة الحديدة والتي تقع إلى غرب اليمن وركز التحالف في بيانه وفي إعلانه على ميناء الحديدة الذي يعتبره بأن هذا الميناء تحول إلى شريان لتسريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي وبأنه تحول إلى ثكن عسكرية بالإضافة إلى ذلك بأن هذا الميناء تحول إلى نقطة خطرة على الملاحة الدولية والعالمية وعلينا أن لا ننسى ما جرى إلى سفينة روابي الإماراتية التي تم اختطافها من قبل الحوثيين مؤخرا بأن انطلاق هذه العملية وعملية الاختطاف هي جاءت مباشرة من ميناء الحديدة بحسب ما أعلنه التحالف العربي وعلى هذا الأساس بدأت هذه العمليات الموسعة منذ الخميس الماضي بضربات موسعة كما تحدثنا في ميناء الحديدة وكما ترون أمامكم هذه واحدة من الضربات التي تمت في الحديدة لهذا المبنى هناك صبات موجودة أمام هذا المبنى المدمر أمامكم لنأخذ هذه الصبات كملاحظة بالنسبة إلينا وأيضا إلى يسار هذا المبنى المدمر هناك وكأنها زغرفة موجودة على الحائط توحي بأن هذا المكان وكأنه مصلى أو جامع وإذا ما عدنا بسرعة كبيرة إلى عام 2021 العام الماضي في شهر أكتوبر سنلاحظ نفس الصورة وكأنها لنفس المكان نفس الصبات ونفس الزغرفة الموجودة إلى شمال هذا المبنى الذي نتحدث عنه وبالتالي هذا المبنى بشكل واضح هو مؤسسة الاتصالات العامة التي تم استهدافها من قبل التحالف العربي وإذا ما عدنا إلى الصورة مرة ثانية سنلاحظ لصورة الدمار بأن المبنى دمر بالكامل والتحالف العربي كان واضحا بأن المناطق التي ستستهدف هي مواقع تستخدم من قبل الحوثيين وطالب الناس بأن يبتعدوا عن جميع المواقع التي يلاحظون فيها أنصار الله أو ميليشيات الحوثي وإذا ما ذهبنا إلى الأقمار الصناعية أيضا على عجالة سنلاحظ في المربع الأحمر هذه المؤسسة مرة ثانية مؤسسة الاتصالات العامة التي تم استهدافها في المستطيل الأخضر أيضا نلاحظ بشكل واضح الصبات التي تحدثنا عنها وإلى شمالها الجامعة الذي تحدثنا عنه ولكن إلى يمينها هناك الدوائر الصفراء التي تلاحظونها والتي تمثل أيضا شركات للاتصالات الأولى هي شركة الاتصالات اليمنية والأخرى والدائرة الأخرى التي بجنبها باللون الأصفر هي شركة تيلي يمن للاتصالات ليس واضحا إذا ما تم استهداف هذه الشركات ولكن ما هو واضح كان هناك انقطاعا للإنترنت وخطوط الاتصال بشكل كبير ومستمر حتى هذه اللحظة في محافظة الحديدة وهذا التصعيد الكبير الذي يجري في اليمن هو يأتي أيضا بعد الهجوم الموسع الذي قامت به ميليشيات الحوثي على الإمارات العربية المتحدة وتحديدا على أبوظبي بالطائرات المسيرة وكما أعلن الحوثيين أيضا بالصواريخ الباليستية ليس هناك وضوح في عملية الصواريخ الباليستية ما إذا فعلا تم استخدامها من قبل ميليشيات الحوثي أو لا ولكن المثير بأنه قبل 48 ساعة من الآن الديفنس نيوز الأمريكية أكدت بتصريحات من عدد من المسؤولين الأمريكيين وعدد من المطلعين بأن منظومة الثاد الأمريكية المملوكة من قبل الإمارات العربية المتحدة تصدت لأحدى الصواريخ الباليستية التي كانت قادمة من قبل الحوثيين وبالتالي نحن كنا أمام صاروخ باليستي كما هو واضح من هذا التقرير وأيضا طائرتين وسيرتين واحدة منها استهدفت مطار أبو ظبي الدولي والثانية استهدفت منطقة أنم صفح وتحديدا نقطة إيكاد ثلاثة باستهدافها لصهريج لنقل الوقود وأدى هذا الأمر بشكل واضح إلى مقتل ثلاثة من العمال هناك وجرحي ستة بعد ذلك وهذا التصعيد الكبير لم يأخذ فقط اهتماما من الصحافة الأمريكية أو الصحافة الأوروبية أو حتى في الشرق الأوسط بل أن أيضا الأوسط الإيرانية اهتمت بهذا الأمر وتحديدا من الصحافة الإيرانية المعتدلة التي بدأت بانتقادات مثيرة توجهها إلى طبيعة السياسة الإيرانية ووجدوا ما يحدث في اليمن وفي العراق وفي سوريا هو كله يأتي بسبب المفاوضات التي هي طبعا مفاوضات فينا المفاوضات النووية هي مرتبطة ببعضها وهي أمور أبدا لا تخرج من سياق المفاوضات النووية التي نتحدث عنها وعلى هذا الأساس هم طالبوا الولايات أو طالبوا إيران بالأحراب أن تتحدث وأن تناقش هذه الأمور مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر وأن لا تترك الأمور أن تستمر بهذه الطريقة في انتقاد واضح جدا من هذه الصحافة التي نتحدث عنها بشكل واضح للغاية ولكن هناك أيضا ما هو مثير في هذه القضية بأن هذا التصعيد وهذا الكلام من الأوساط الإيرانية يصاحبه أيضا قضية مهمة نشرت من قبل الأوساط الأمريكية عن لقاء جرى مهم بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في موسكو نقلت قضايا مهمة جدا بأن فلاديمير بوتن عرض على إبراهيم رئيسي اتفاقية مؤقتة من أجل حل القضية النووية يتم هناك التزام معين في قضية الضوابط والتزام في الأمور النووية وتخصيب اليورانيوم قليلا في بعض الأمور التخصيبية التي تجري مثلا في منشأة نطانز مقابل رفع بعض العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية لحل هذا الإشكال ولكن إبراهيم رئيسي والوفد الإيراني رفضوا هذا العرض وبالتالي نحن أمام تصعيد مستمر كما هو واضح والم بي سي نيوز الأمريكية هي التي أكدت هذه التفاصيل وهذا الرفض الإيراني المستمر للعرض الروسي والذي جعل بعض الأنباء أيضا تتحدث بأن هناك تشنجا كان واضحا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بعد هذا الرفض الذي جاء بهذا الشكل المشكلة أن التصعيد هذا الذي نتحدث عنه يصحبه أيضا ظهور لعامل تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى بهجوم مثير تم على أحد أهم السجون الموجودة في الحسكة في سوريا وهذا الهجوم هو كان موجها من تنظيم داعش على السجن الصناعي وهو سجن مهم جدا سجن الصناعة تحديدا هو الذي تم مهاجمته من قبل تنظيم داعش الإرهابي والهجوم كان على عدد من المستويات أول المستويات كما نلاحظ في الدوائر الحمراء كانت هناك دائرة حمراء واضحة كما هو واضح هناك انفجار وأعمل الدخان هي تبعد ثمانمائة متر إلى كيلو متر من السجن الذي نتحدث عنه وهذه النقطة هي عبارة عن صهاريج للوقود قاموا تنظيم داعش بمهاجمتها وتفجيرها وتصاعد الدخان بشكل كبير لهدف مهم ألا وهو جعل مهمة التحالف الدولي عندما يتصدى إلى هذا الهجوم صعب للغاية بسبب الدخان الموجود وأعمدة الدخان وبالتالي يستطيعون الدواعش من التحرك بسهولة على الأرض من دون أي مشاكل وكذلك جاءت هناك سيارة مفخخة هاجمت هذا السجن الذي نتحدث عنه والذي يتواجد فيه خمسة آلاف عنصر من تنظيم داعش أيضا هاجم هذا السجن وانفجر في البوابة وكذلك من محور آخر كانت هناك دراجة نارية مفخخة أيضا هاجمت هذا السجن وبعدها تنظيم داعش كما هو واضح في الأسهم السوداء أمامكم أخذوا نقاطا لكي يحموا نقاطا من اليمين ومن الشمال على الطريق من أجل التصدي إلى أي عملية محاولة من قوات سوريا الديمقراطية من التقدم مباشرة إلى السجن من أجل التصدي إلى ما يقوم به تنظيم داعش وبالتالي اخترق داعش السجن وكان هناك إطلاق سراح لعدد من العناصر الداعشية في المنطقة بشكل عام المعارك استمرت لساعات طويلة وقد تكون هي مستمرة حتى هذه اللحظة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش ولكن كان هناك إلقاء القبض على عدد من الفارين من تنظيم داعش بشكل واضح وتم أيضا إلقاء القبض على عنصرين وثلاثة عناصر وزادت هذه الأعداد والمثير بهذا الأمر بأن كانت هناك وثيقة للاستخبارات العراقية نشرت بهذا الشأن تتحدث بأن خطة تنظيم داعش هي الهجوم على هذا السجن وأطلاق صراح هؤلاء الدواعش وبالتالي هؤلاء الدواعش هم موجهون بشكل مباشر ليتواجدوا في العراق لأنهم من القيادات ومن العناصر المهمة بالنسبة إليهم للقيام بما يريدون القيام به ولكن كانت بحسب هذه الوثيقة التي هي من المفترض أن تكون سرية الواضح بأنها لم تعد سرية لأنها نشرت بهذا الشكل ولكن قوات سوريا الديمقراطية كانت بالمرصاد لعملية تسرب الدواعش تسعة وثمانين عنصرا كما تلاحظون في هذه الصورة كانت عملية القاء القبض عليهم دقيقة من قوات سوريا الديمقراطية وبالتالي هم لم يتسربوا إلى الداخل العراقي ولكن تنظيم داعش هذا الهجوم الذي قام به هو هجوم موسع كبير للغاية وكذلك هناك أيضا نشاطا لاحظناه نحن في العراق الذي أدى بمشاكل عديدة وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء من الجيش العراقي نتحدث عن أحد عشر شهيدا بسبب تنظيم داعش وعملية نموه الآن الواضحة في العراق وفي سوريا والأسئلة الكبيرة هنا توضع كيف أن لم تحل مفاوضات فيينة ستكون الأمور بالنسبة لداعش والميليشيات وكذلك التحالف الدولي وهذا التحدي الكبير الموجود في هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر